اذا اقع من الامعك ساعة ساعة فيديو المهاردة والتعلي معان ازاي نظمتو دلابي الصغير وانت زي بقى بتحب تحافز على الهدوم بتاعتك فالهدوم بتاعت تراقب مع بعضها فاليلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة تمام اول نقطة كده بالنسبالي انا ليه رتبتو دلابي بعد العمر ده كله ما هو انا لو انسانا منظمة من الاول قدت نظمته من اول ما عملت الدولار فاكيد وكهتني مشكلة ايه بقى هي المشكلة دي اصلا المشكلة دي ان انا كنت في يوم نزلة رايحة مشوار مستعجلة مزبطة الجاكت والقميس والطرحة ودور على البنترون انا مش لقي البنترون قلبت عالت دلاب كله لدرجة ان انا طلعت دلاب كله على الارض زي ما ساعت بنعمل كتير وعدت دور على البنترون وملقتهش فالاخر خالص رحتي ايه لبست اي بنترون كده بس طول اليوم بقولها هو البنترون دراح فين فالاخر خالص بقى انا راجعة انا لقيت البنترون كان منشور ايا كنت غسل ونسية هو دا انا يعني بس اصلا الاصل ان انا لو انسان انا منظمة كنت تعرفت ان البنترون دا مش في الدلاب اصلا بدل ما كنت طلعته المهم ان انا لما طلعت الدلاب دا كله على الارض قلت لا انا لازم بقى هرجعه بس منظم فاول حاجة انا عملتها واحتنظمت الاروان كلها مع بعضها يعني اسود اهو الامصان والجواكت الاسود وبعد كده الابيض وبعد كده الوان الاحمر عشان بحب الاحمر وبعد كده الجنس يعني الالوان كلها مع بعضها طبعا تبين لكم كده بتاع كين علام ماصر يعني انا وطنية اول المهم بالصدفة بصراحة المهمة بعد كده دا بالنسبة للامصان والجواكت اللي هي تتكرمش في انتقوية ولازم تكون الشماعات لون بعض تكون نوع واحد عشان يعني استلس كله يبقى استلس خشب كله خشب بلاستيك يبقى كله بلاستيك علشان يبقى الدلاب شكله حالي تمام وبعد كده جيت انظم الترح فجبت المنظم الترح دا عملي جدا بالنسبة اللي بحط فيه الترح الحرير علشان الترح الحرير بتبقى يعني تتقطع من اي لمسة وانا بحب الترح الحرير قوي في لبسي فجبت دا اهو بصراحة انا جاي عليه قوي دركت ان هو قرر بتقطع اهو فهاشتري تاني بس دا قاعد معي بقالوه سنتين وكانه بخمسوشة اتنين وعشرين جنيه ونص بالزبط فهجب منه تاني وبيتركبه له شماعات وبعد كده اه عايز بقى اخطى مساحة للدولات بتاعي فاشتريت المنظم دا اهو المنظم دا عبارة عن المنظم بلاستيك كده بيروف وييجي اهو شايفين هو دا بالزبط كده بتحط فيه بقى الشبازات اللي انت عايزاها وبتبقى حلوة عملية تمام اهو طب يا سرع انا مش لقيه دا مش لقيه اعمل ايه مش هتعملي كده يعني انت تلوقتي ملقتهوش انا ملقتهوش هتعملي كده اي سلسلة عندك دانزيل تكون قوية اي قيد شنطة اي حاجة وبتعملي نفس الفكرة بصوا استنهوا بنا نفس الفكرة اهي بتحط بقى ايه شماعات هنا بص انا حطى تشيرت وحطى شميزة اهو اهو فكرة سهلة جدا وهو توفلك مساحة في كل فتحة من دي هتحط شماعه وهتستحمل جدا ما تخافيش تمام؟ دول الفكرتين عشان توفر المساحة هوليكو بقى حاجة تانية برضو دي منظم ترح طبعا اي جاي عليه برضو جامد فتقطع بس انا يعني دي تقطمت بس انا مسبتهوش هسيبو ازاي رح تجبت بشماعك اتمقطومة عندي برضو مسبتهاش وروح تركبتهم على بعض وبقت بالمنظر ده المنظم ده بيتباع في اي حتة في اي شوبر ماركت وبيتباع في اي كاي بيتباع في كل حتة تمام؟ وبعد كده انا جبت انا في الايام الاخيها دي حاسيت ان انا بقت بحب بلبس الجيب والفساتين فجبت المنظم ده وحتى فيه كل الجيب علشان تبقى الجيب كلها في حتة واحدة علشان ميحصل ليش المعور الطافح اللي حصلها بكده ما بدور على البنطلون حطيتها هي الجيب بتاعتي كلها هنا المنظم برضو ده كان في حدود اه خمسة عشرين جنيبين اه طاقة اي انا مش غايل وحطة فيه حكت كلها اهي وعمليه تمام؟ نيجي بقى على بتاع البنطيل تمام نيجي بقى على البنطيل انا مطبقها كده ومطبقها بطريقة معينة كده هوريها لكم دلوقتي التطبيقة دي تطبيقة كده لاتعلمتها ومسهلة علي قوي البنطلون كل البنطيل بقى مهما كان ستايلها هي بتبقى مقاس واحد حطاه في الرف ده الرف ده عامل بالنسبيل هو بيبقى عبارة عن كرطون مكوه مثل القماش فبستحمل معايا وهجيب منه تاني علشان حسيت ان هو لو جيت عليه كتير او حطيت عليه لحاجات كتير يعني الحاجة لو زادت عن حدها بتتقلل بلد الضهر دي حاجة معروفة فامنجيش على الحاجة بس هو حلو كان سعره كويس لو لقيت منه تاني هشتري بس هو موجود يعني بس انا مدورتش تمام؟ هنيجي بقى على الجزء اللي تحت في ارضية الدولاب ودي مشكلة كبيرة او بالنسبة اللي بيبقى عميق وفي نفس الوقت احنا مش عارفين ننظم في الهدوم فانا جبت اتنين بوكس بوكس حطيت في التشيرتات وبوكس حطيت في الشيميزات ده الشيميزات وده تشيرتات تمام؟ البوكس ده انا جبته ليه اصلا او الفكرة اللي جات لي كانت ايه؟ الفكرة اللي جات لي كانت ان قبل كده كنت حطى تشيرت بطبق طبع على التشيرتات كده عادي قبل ما اجيبو المهم جيت اقفل الباب الجرار كده فاتحشر اتشارت اتحشر وكان هو عبارة عن بحملات كده رح تتحملها تقطع يعني انا كل مشكلة عندي بقيت احاول انا ادورها على حلول لان انا اصلا كنت انسانا مش منظمة نهائي يعني بصراحة اجر كده انا اتشارت اللي انا عايزة اتشارتات بتبقى فوق بعض وبرماها كده تمام بطلعه من الدلوب خالص بحطه كده على الارض واشوف انا عايزة ايه وهلبس ايه وبعد كده اقوم الرجعة تاني وفي نفس الوقت ده برضو نفس النظام تمام اول يعني عشان بس ما تبقش انت تعرفي ازاي انت بتقيسي عمك الدلوب بتاعك وبتروحي للاجل بتاع البلاستيك وبتجيبي البوكس او الصندوق اللي هو في عمك الدلوب يعني هو بصوا عمك الدلوب بالزبط جاي عليه بالملي يعني بصوا بالزبط تمام ممكن بقى تعملوا حلول تانية اضافية لو انت عندك حاجات محتاجاة بصوا على كده يعني بفضي دماغي خالص بالنسبة لكم سوف انت المسافة دي المسافة دي مثلا 10 سنت او لا 15 سنتي مثلا المسافة دي بيبقى فيه زي ارفوف كده بتتعلق بتبقى بيستخدمها من المطبخ بتتعلق كده وبتدخل في رف المطبخ انت ممكن تجيبي الارفوف دي تحطيها هنا وتحطي فيها مثلا الشرابات او بقية الطرح بتاعتك او الحزمة اي حاجة او تيشرتات اي حاجة يعني بتاعتك ممكن تحطيها على الارفوف دي تمام وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص يا ربي اكون اعجبك الفيديو وشوفت الافكار البسيطة اللي انا عملتها وممكن تعملها في اي وقت لو انت دلابك صغير احنا نبدأ بدا مثلا طوله ميتر بسا تمام ويا ربي اكون اعجبك الفيديو واشتراك ولايك ميتر بسكعيني وتبعيني في بديوهاتي كاي والله والله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة